انت تعرف انك دلوقتي تقدر تاخد كارت الخدمات المتكاملة وده بقى الكارت بيقدم لك مميزات وتسهيلات اجتماعية كبيرة جداً بس انت مش هتقدر تاخد الكارت ده غير لو انت من ضمن فئات معينة بس يترى ايه هي الفئات دي ومين الفئات الجديدة اللي من حقها تقدم عليه وإيه هي شروط الحصول عليه وإيه الأوراق المطلوبة وإيه الخدمات اللي بيقدمها الكارت ده أصلاً أنا ماريا ماجدي كل ده هنعرفه في الفيديو ده كتير مننا سمع عن كارت الخدمات المتكاملة اللي بتوفر وزارة التضامن الاجتماعي لفئات معينة من زاوي الهمم وده هدفه ان يقدم لأصحاب الفئات دي بعض التسهيلات والمزايا الاجتماعية وده طبعاً طبقاً لقوانين عشان كده ناس كتير بدأت تسأل عن الفئات المستحقة للكارت ده بص يا سيدي حسب اليوم السابع فوزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت خلال الساعات الأخيرة عن فئات جديدة هيتم ضمها في المرحلة الثالثة لاستخراج البطاقات المتكاملة وقالت ان الفئة دي هتكون للي عندهم مشاكل بسيطة في الحركة أو في السمع أو في البصر أو تأخر شوية في الفهم وحسب الوزيرة التضامن الاجتماعي هتلف على 14 محافظة لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة جديد من خلال زيارة منازل أصحاب الهمم المسجلين في قواعد البيانات والوزيرة قالت كمان أن إجراء استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة هتكون عبارة عن مرحلتين الأولى هتكون في التقييم الطبي حسب نموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفىات الجماعية أو مستشفىات القوات المسلحة أو مستشفىات هيئة الشرطة علشان تأكد طبيعة الحالة الصحية لمستحق الكارت وده من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان أما بالنسبة للمرحلة التانية فدي خاصة بالتقييم الوظيفي وده بيحدده مكتب التأهيل الاجتماعي والغرض منه تحديد درجة الصعوبات الوظيفية اللي بيواجهها صاحب الطلب في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور اللي تم إثباته في التقييم الطبي الوزيرة قالت كمان أنها سبق وأعلنت عن إعفاء الأشخاص ذوي الهمم دههم مشاكل صحية جديدة من إجراء الكشف الطبي المميكن وده علشان تستجيب لطلباتهم وتسهل عليهم شروط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وكمان الخدمات المتكملة وبكده ممكن الشخص ده يقدم تقرير طبي تم استخراجه من شهر مارس 2019 مثلا لكن مش قبل كده بس بشرط أن يكون معتمد من مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو لهيئة الشرطة أو المستشفيات الجماعية والتعليمية أو المستشفيات الخاصة ويوضح فيه نوع الإعاقة ده طبعا غير التقييم الوظيفي اللي بيقدمه وبياخده من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته علشان برضو يحدد طبيعة مشكلته سواء ضعف سمع أو بصر أو غيره لكن السؤال هنا بقى هو إيه كارت الخدمات المتكاملة ده؟ أنا هقولك حسب جريدة الوطن كارت الخدمات المتكاملة ده عبارة عن كارت زكي مخصص لأصحاب الهمم علشان يقدم ليهم مميزات بتوصل لـ 15 خدمة زي الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين وخصومات على وسائل النقل والمواصلات ودخول المناطق الأسرية والمتاحف مجاناً وخصومات على الأندية الرياضية وكمان الإعفاء من الدرايب والدمج في المدارس والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والكشف المجاني في المستشفيات والدمج في المعاهد والجماعات ده غير كمان التعييم بنسبة 5% من عدد العاملية والإعفاء الجمركي على السيارات المدهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكملة والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعاملية وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب دلوقتي بقى قولنا تعرف حتى أقدم قبل كده على كارت الخدمات المتكملة واستفاد منه إزاي؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات اشتركوا في القناة